وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان والسفارة الأمريكية في الأردن 14 عقدا إنشائيا جديدا من أجل تحسين الوصول إلى التعليم الأساسي في جميع أنحاء المملكة العقود التي وقعها وزير الأشغال العامة ومديرة بعثة الوكادة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن بالإنابة تشمل تجديد وتوسيع وبناء مدارس حكومية في الأردن من خلال 11 شركة أردنية وتشكل هذه العقود التي تزيد قيمتها على 67 مليون دولار أمريكي جزءا من شراكة الحكومة مع الوكادة الأمريكية لبناء مدارس وغرف صفية وتوسعة وتجديد أخرى بهدف تحسين الوصول إلى تعليم أساسي ذي جودة يا سيدي اليوم وقعنا اتفاقية مع وكالة الإنماء الأمريكية الدولية لـ 14 عقد تشمل 11 مقاول أردني محلي مع استشاري محلي لتنفيذ أعمال مشاريع لمدارس 125 مدرسة 25 مدرسة جديدة 125 إعادة تأهيل وإضافة 300 غرفة صفية وتجديد أيضا 122 غرفة أخرى فالحقيقة هذا برنامج واسع وكبير وهو استمرار لدعم وكالة الإنماء الأمريكية الدولية للأردن